ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وفدى مملكة البحرين في أعمال الدورة الثانية عشر بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي والمنعقدة حاليا في مدينة جينيف بسويسرا وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل حرص مملكة البحرين على المشاركة السنوية في هذا المؤتمر الدولي الذي يعد مظلة لأطراف الإنتاج الثلاثة على المستوى العالمي حيث يتم مناقشة أبرز الملفات العمالية لتطبيق أفضل الممارسات على صعيد معالجة القضايا التي تواجه أسواق العمل مؤكدا أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في تطوير سوق العمل وأن تجربتها تعتبر من النماذج الناجحة عالميا خاصة وأن التشريعات الوطنية المعمول بها في المملكة تتوافق مع معايير العمل الدولية اشتركوا في القناة